ناقش وكيل أول حضر موت عمر بن حبريش العلي مع المدير العام لمكتب ثقافة بساحل حضر موت ماهر بن صالح سبل تفعيل النشاط الثقافي وما نفذه المكتب من برامج وخطط ومن بينها الدورات التأهلية للشباب في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية كما اطلع الوكيل العلي على التصورات الأولية لإقامة مهرجان مسرح في حضر موت بعد النجاحات المحققة في إقامة المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية بالإضافة إلى المقترحات لتطوير مهرجان البلد السياحي وحث وكيل أول حضر موت على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالنشاط الثقافي والفني داعيا إلى وضع خطط للفرق التوعوية المسرحية التابعة للمكتب ومساهمتها في التوعية وخاصة في تحفيز المجتمع للعودة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بكورونا معربا عن مؤازرة السلطة المحلية لجهود مكتب الثقافة وتمكينه من مواصلة دوره وتحقيق النجاحات المطلوبة